مرحبا بكم مشاهدين الكرام معكم مؤسس ومالك قناة سبانخ بالكمون شخصيا تخيلوا شخصيا ما علينا أخواني الكرام نشرت موضوع أو فيديو عن معاذ ابن هند القحطاني أنا معه على فكرة تدرون والبعض بيزعل كيف معه أنا معه متعاطف معه نعم إيش الفرق بينه وبينك أبقرار لكم التعليقات الآن التي وردت رايح بعضكم يستغربوا بعضكم مؤيد يعني إشتبونها أنتم تبوني يسبون ما تبوني يسبا على كثرة السبل يجيها ومن اللي يسبونها اللي يسبونها ناس مضيفينها بس نب مضيفينها ويتفرجون عليها ويزدون مشاهداتها ويزدون علاناتها ويسبون فيها أشياء العالم ما تريد تشوفها سولها بلوك وانتهى الموضوع لكن بنقرأ التعليقات ونأخذهم واحد واحد نبدأ بالبداية بغربة مشاعر تقول وليسمع كلمة أمو شو بنقلو شاطر شاطر طبعا تهكما تهكما وسخريا والثاني منه هذا هذا نكهات مختلفة يا الله ستركوا لطفك جميع النساء قد يلدنا ذكور ولكن الموقف أحدها من تلد الرجال الله يهدانا ويهداهم والحمد لله نهلنا فيهم غيرة أنا أشهد أنهم رجال كذلك دعوة غير طيبة وسلوب غير طيب للنصح مع أني عارف أن الأخت هذه لكهات مختلفة ملتزمة ملتزم ينصح بسلوب أفضل من كذا هذه فيها برضو تهكم نشوف هذا اللي هو هل يقول الرازق في السماء الحاسد في الأرض يا ابني الله يرزقكم من واسع فضله وكرمه هذا محترم لكنه بنفس الوقت مناقض نفسه يعني يدعي لهم برزق ممكن مختلف ممكن الله يرزقكم بغير هذا الرزق يعني يعرف الرزق اللي يجيهم ما هو مصدره المعني يمكمل عشان ما ندخل المتاعات برضو نفس الأخ اللي هو هل يقول كف يا بطر الله يسعدكم ويحفظكم ويكفينا ويكفيكم شرهم يا رب وهذا تئم يقول والله ما دام هذا كلامه عليه العوض منه العوض الله لا يبلانا الله لا يبلانا وكذلك تسخر منه لو قلت الله لا يبلانا بدون سخرية ممكن تجي هذا هاي تبي أقول الحياة ما هي بكيفنا الله جعلنا حدود وشارع نمشي عليه ويويل من يخالف شرعه وحدوده تعالى مثلك أنت ومك طيب شوف النكة الآن هاي تبيئينا نتعرف يا اسمي اسم وتكلم بالدين ويسف بخلق الله لذلك نسوي إزالة تعليق قال لي مثل وجه سراعة طيب وهذا قلت طلعت رجال وضحكة كذلك سخرية هذا قلت سالم ما في شيء اسم هذه حياتها بكيفها أنت ماشي في طريق غلط يا معاذ أنت أمك وأهلك ارجعوا لبلادكم وتوبوا إلى ربكم وتركوا عنكم الفسقة والتعري راح تندمون في يوم لا ينفع لا ينفع فيه الندم سالم عتيبي رد محترم فعلا فديوهات فيها تعري ما هي سبة فعلا جميل جميل هذا اللي نك ما دري وشو اسرائيلي ما دري أوردو يقول طلع عنده غيرة كذلك تهكم وسخرية هذا يقول طلع الرجال الدوسري وسعدوا يضحك آه 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 طيب هذا يقول طيب تعال السعودية واجه المحاربين شوفوا نكسر آه ليلة المبزرة هذا اللي حقينة الله لا تجي القناة حضر حضر وين الحضر هذه زالة خسارة راحت كان فيه خيار حضر ممكن حصله بالاستوديو ما مشكلة هذا يقول اللي هو هيلو ما دري ويش الصراحة معاد ريال عن ألف ريال هذي اللي اللي قاعدين ينتقدونه ليش تابعتوهم عي المدعاء كوي تشكل الأخ يعني صراحة شي غريب تكرهونهم ليش عي عي طيب الأجل عيل صعب النطق يا أخي تقيل ما علي هذا مع مع كل شي يعني ما هو وسطي نحن بالوسطيين ما في وسطيين هذي جوان جرأة فكر تقول ها 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 فاضين أهم شي يصورون يصيرون ترينت كذلك يعني ما أدري هذا له كذا ولا هو كذا طيب روتو يقول وبعدين النجاح مو تصير ثري يا يا سب سب النجاح في دراستي في مستقبلي في خدمة وطني في كل شي جميل ليس هناك إنقاص الوزن وببسي زيرو سب كذلك ما هو من أسلوبه الجميل لكي تخاطب الشخص طيب دعنا نحذف السب نحذف إجزاله لأن السلوب نوعا ما عفن يا آسف يا روتي لكن سلوبك عفن صالح هذا ما هي طيارك هذا ما علي نحن ما لا أعرف ما اسمه بن علي عموما هذا يقول تقل لا يا صاح في القناة لا تنشر الفساد حط لك رق الصنا الدنيا زائلة رأي القناة الغالية نشكرك السنعوسي من الناس المحترمين وردودهم دائما محترمة نشرك هالمقطع واللي مثله قل دين وقل مرجلة وقل حياة احتف خبرك أنطج فكرة وحدسية والطقطق بس أنت محشوم عن هالسفاة السفالة والرضيلة أنا ضرد أنا بقول لك لماذا أنا معه أنا معه حاليا أنه يدافع عنهم نرجع بس آخر تعليق دوسي لابو سعد مرة ثانية أنت إنسان فشل النجاح محب كذلك فاشل يابو سعد فاشل تنجح بالإملا بإذن الله يابو سعد نرجع أخواني نتكلم منطقية نتكلم منطقية جميعكم أو الغالبية ممكن نقرأ أول تعليقين ثلاثة وينجرف مع التيار وما يفكر حاول تفكر منطق حاول تشغل مخك مع احترامي للجميع لا حاول أصحاب الردود العافنة غير محترمين عنده أمة هذا أولا ما رح يسب أمة ممكن ينصحها بينه وبينه ما رح يجي قدام العالم ولا عم فيها على كمية السب التي يجيها ممكن يقولها أنا معك وأقف معك لكن ينصح ما ندري حنب الخافي هذا أولا ثانيا بخبرتي بالمجال العقلي وبالنمو العقلي والنفسي والجسدي وأختلافهم أرى معاذ الصغير الصغير أراه صغير يعني لا زال في مرحلة مبكرة من العمر جدا ما ودي أقول كلمة غير جيدة لكن من السلوب الحديث لا زال مبكرة سواء بنفج الاجتماعي أو ما ودي أقول العمر العقلي لكن لا نجيب العيد عموما الرجل صغير جت له ضغوط عنيفة جدا ممكن يكون ابتلي بهذا الموقف اللي هو فيها الآن ممكن يكون غير راضي بس طبعا ما راح يسب أمه قدام العالم الولد ترباء من صغره في بيئة غير بيئتك أنت الآن أنت عندك شيء اسم غيرة موجود في مجتمعك والحمد لله مجتمعنا ولله الحمد المميزين بالشيء هذا شيء جميل ما عندي مشكلة بالموضوع لكن لو نشأت وأنت في بداية بلوغك في مجتمع كل المحيطين عندك ما في شيء اسم غير ما هو موجود غير موجود كيف أنت تقول تنتقص من رجولتي عن شيء أصلا ما هو موجود في مجتمعي ما تأسست وتربيت عليه يعني من بلغت أنا أتوقع أنهم بأمريكا يعني من البلوغ فكيف تنتقد أنت كشخص تقول له غيرة وتسب على غيرة وهو متربي في ذاك المكان تعرض لهذه المواقف وبتلي بهذا الموقف أنه وجد في بيئة المحيط اللي بأمريكا الغيرة مش ولابد لم تكن معدومة قضينا أشي أقول لكم أنا معه أنه ما يسب أمه ولا يغلط على أمه أنا معه بالموضوع هذا لأنكم أنتم ممكن يكون متنرفز منكم أسلوبكم وكثير منكم حتى بتعليقات هنا أسلوب وهنا نصح بالموضوع أكيد هذا يزيد احتقال يبي يزيد ممكن حتى الفيديو هذا طلع كأعناد فيكم خلاص ممكن الضغوط اللي عليه ترى ما هي بسيطة والله لو واحد كبير ممكن تأثر أكيد بتأثر نفسيا وهو تأثر من كثرة ضغوط وكثرة السب ما في كلام طيب ممكن قرأنا تعليقات واحد بس اللي كان كلامه فعلا جميل أنا أقول حياتهم فعلا غلط اسلوب التعري والارتزاق بالاسلوب هذا غلط أنا أقول غلط نعم غلط لكن البعض على الأسف يعني حتى الهدي شكله شكله هو ينصح الهدي مختلف حنا من عرفه يبونه يسب أمه ويتكلم على أمه ويترك أمه ما أنصح ما أروح أقول اترك أمك ما لي دخل أنا ما لي دخل أنا معي الجوال جوال معي الآن سناب شفتها أو أحجاب لي الشي سمونا بسناب هذا حقها العمير أو ما أدري وشو حسابها عموما ما أضيف هذا أول ثانيا جاتني بسناب اللي هو الشائع بسم الله زر بعدين حضر انتهت كل المشكلة انتهت ما أبي أشوف أنه الموضوع أبا أنتقدها أنتقدها هي شخصية أنتقد اللبس أسلوبك غلط لا 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 أنت الموضوع سالفة أنك تهجم على عيال عصار حتى البنات ترى هم نشأوا في بيئة غير بيئتهم أنت لازم تدرك لازم تكون عندك آفاق بالفكر تروح تصل لذاك المجتمع الذي نشأوا فيه بذرة تزرعها بأرض تجعل هذه البذرة تنبت بشكل مختلف لا تروح تلوم الزرعها بعد ما تطرع أنا بذرت في هذا المكان تروح تقول لي ليش ليش تطلع بذرت وجدت هنا فعموما يا جمع بس حبي توصل هذه الفكرة أو ما في جعبتي ولا زلت أقول أنا والله متعاطف معه للصغر للابتلاء الذي بولي فيه للضغوط التي عليه وصراحة أشوف أنه يعني يعني قسوا عليه بزيادة الناس قست عليه بزيادة والله يشوف ردوده ومشوف فيديوهات وتعليقات قسوا عليه تناسوا عمره صغير لو كان جسمه كبير لكن تراه صغير مني أنا تراه صغير ويعطيكم العافية شكرا على المتابعة